السلام عليكم وحمد الله وبركاته عيدكم مبارك سعيد ان شاء الله ينعاد عليكم بصحة والعافية اللي مريض ان شاء الله ربي يشفيه اللي ماتوا ربي يرحمهم ويجعل مثوهم الجنة في هاد اليوم المبارك هنا شاركت معاكم مقططفات من اليوم الاول تعيد الاضحى هنا بديت لكم من الصبح حتى للليل هنا بدينا بقاوة حليب مع بعض الحلويات اللي كنت حضرتها معاكم في الفيديوهات السابقة اشتركوا في القناة سابقوا في القناة في الفيديوهات السابقة هذه هي مجرد سبقوا في القناة ونحن لكم فوراً ونحن لكم فوراً بعد ذلك اشتركوا في القناة سوف يتجوز جديد من أين سنواتية سوف يتجوز جديد من أين لمدة أين منطقة مرة ثم سوف يحضر جديد من أين بعد السنة العيد سوف يجب علي المصيح ونطرق حجب الغداء سوف نطرق بعض الطريقة ثم نطرق طريقة الأولى سوف يجب عليها في المقلاة مع حوالك الزيت والملح وبنسبة لطريقة الثانية راح نديرهم ديب غوشات ولا قطبان كما شفتوا هنا يا درت هاد القطعة في شوية شويتها هكا مدة دقيقة ونسب من كل جهة وبعد خضيت هنا يا الشحمة هاد الشحمة لتكون رقيقة لويتها وقطعتها باش نتحصلوا على مستطيلات وهنا يا دوكا راح نقطع الكبدة الى مربعات كما راكوا شوفوا يعني ما يجيوش بزاف صغر وهنا من ديرهم شبتانيك بزاف كبار ensuite j'ai pris de la crépine de mouton je l'ai roulé ensuite je l'ai découpé en rectangle là je vais prendre maintenant le foie et je vais le découper en cube سوفي ويعا راح ندير علي شوية تاع ففل أسود الملح و الكمون ونخلطو جيدا je vais l'assaisonner avec un peu de sel, du poivre et du cumin je vais l'envelopper chaque morceau avec de la crépine ensuite la piquée a la dna piqua brouchette هنا راح نلوي كل قطعة بهاد الشحمة و راح نديرها في هدوك القطبان هد لوصفة دي رائعة و دي هدوك الكبدة دي vraiment بزاف رطبة يعني تتقطع غير وحدها هنا راح ندير يعني حتن كم الگاع الكمية تاعي و نديرهم في شوية ولي ما عندو شوية تقدروا تديرو في مقلات عادية بلا ما تديرو عليها زيت و تديروها و تشويمهم من الجهاتين continuez jusqu'à épuisement de foie et de crépine et les faire cuire au barbecue si vous n'avez pas de barbecue vous pouvez les faire cuire tout simplement dans une poêle sans matière grasse هدي هي الطاويلة تاعي بعد ما اوجدتها طاويلة متواضعة رفقتهم avec de la purée de pomme de terre و une petite salade مع حمود بوعلام اللي نجيبوها toujours هكدايا في المواسم ولا في les occasion هنا بعد ما ريحنا بيانسور قاعدت شوية بيانسور كيما تعرفوا في العيد نتصلوا بالعائلة كيساسوا سور انتغنات ولا بالتليفون نباركوا لهم على العيد ومبعد جيت هنا باش نحضر العصبان الكرش ولا الدوار نسبق لي شاركت معاكم فيديو مفصل كيفاش نحضر أنا العصبان الكرش بصحف هداك الفيديو ما كانش ريا وهدوك المصارن اكستغا طونك هنا زيت لهم بيانسور هدوك الريا اللي كنت غليتها في الماء والمالح وهدوك المصارن اللي يكونوا بزاف رقاق تانيك نغليوهم بعد ما نغليوهم طبيعة الحان نغليوهم تانيك وضفت عليها تانيك شوية تحشحما ما نحبش نكتر أنا من الشحما باش ماجينيش ميه دماء ولي غست يعني وباقي دزنگريديو اللي كنت تذكرتهم في الفيديو وين شاركتها معاكم بعد انا نحبش رونيو ان كوزين pour préparer لسوپ ولي ديني دوار ولا العصبان دكاليو اشتركت 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 repent او اطلقائه رعصان براس التجارين في صن Motion خلوم ايضاول مباراود سقلي لدينا حسبان الكرش لكن اضافة هذه النقاط من أجل أن أجل في إضافة في حلقة أجل لدينا أجل سأجل الناس المترجم للقناة 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 en plan de travail donc moi j'utilise un produit tout usage qui a une très très belle odeur il laisse une très belle odeur dans la cuisine en même temps il désinfecte sinon vous pouvez réaliser vous même votre produit tout usage en mettant une de mes tasses de vinaigre blanc deux tasses d'eau et pour enlever l'odeur du vinaigre يمكنك إستخدام أيضًا مختلفة، أيضًا مختلفة، أيضًا مختلفة، وضع أيضًا أيضًا مختلفة. سيكون لديك ملنجة جميعًا، يمكنك إستخدام جميعًا جميعًا، دونك هنا كيما شفتو بعد ما نشفلي هنا درت هذيك اللي نغسلو بها المواعن حكيتها أولا تبرق يعني ديانسور درتها بالمندل ليكون مبلل ومعودت لها بالورق مع هاد البروجي باش يعطي لها هذيك اللمعة ويدا تحبو تحضرو المنتوج تحكو متعدد الاستعمالات في المنزل ديرو نصف كاس من الخل اثنين كووس من الماء بعض القطارات من الزويل الإسانسيال ولا الزويل الأساس اللي تفضلوها تقدرو تديرو هذيك الليمون ولا الخزامة وتديرو عليها قطرة صغيرة من المنظف تاع الأواني تخلطوه جيدا تديرو في قرورة وتنطفو به يعني جميع الأسطح تحكم ما مسجاجي واللي يبرق هذي جست يعني كتدبرة ولا كنصيحة لي ما يحبش يستعمل هاد البروجي اللي تباعو برا هنا يا دوكا رح نغسل بعد ما كملت قاع يعني آخر حاجة نديرها نغسل حوض تعال ويننا نغسله فيه المواعين درت هاد البروجي تانيك فيه يعني رح يلديزنفكتي له هاد الحوض ومام طور حي خليه يبرق كما شفتو هنا لحكيتو تانيك وخليتو شوية دوكا رح انشلو بي الماء لان افرار جميع الأنية افرار جميع الأشخاصة اليوم وإلى ن perspectives طورة من قد تأسرب ونعودها بلا سرپير ودكون الحالة انقية نتمنى ان الفيديو تعلیو من الإعجابكم ونقولكم إلى الملتقى إن شاء الله مع الفيديو هات جديدة سلام Pour finir j'ai utilisé un coup d'aspirateur avec un coup de سرپير j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et je vous dis à la prochaine إن شاء الله avec de nouvelles vidéos سلام et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine